السلام عليكم بصوا النهاردة عادي فيديو كده مختلف شوية لكن بصور قلت اصور وأنا بلعب واتكلم عن تريند كده عشان عندي الأجواء مش تسمح ان اطلع بوش دلوقتي فيلا بنتكلم عن موضوع النهاردة وأنا قاعد دخلت على اليوتيوب من كم ساعة كده ببص فلاقيت محمد صلاح حمل إعلان مع ليون الميسي طبعا أنا قلت ايه ده؟ ازاي؟ أنا جالي حالة اندهاش صراحة قلت اللي هو ازاي محمد صلاح اصلا يطلع مع ليون الميسي حاجة كبيرة فخر برشلونا ويطلع مع فخر العرب ازاي؟ اللي انا مش متخيله ان فخرين يطلعوا مع بعض فالموضوع صعب دخلت على اليوتيوب كتبت إعلان محمد صلاح وشوفوا لقيت ايه؟ كتبت عادي زي بقيت الناس لقيت قناة كده غريبة اسمها قناة خلطبيتة كورة صراحة افتكرتها قناة الفجر والطباخ ولا اعملوا جزء تانى من الفيلم الكارتون ده فلقيتهم منزلين الاعلان فاولت ادخل اشوفه بس 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 الحدينة خلونا نه يعني انا عايز الإعلان انا حاستي انا دخل على سي ان بالعربية ولا انا نسفل انا داخل على الاعلام محمد صلاح اصلا وكمان واخد اللوجو يلا بينا نكمل الاعلان عشان ما نطولش عليكو بس يعني تلاجة الحاجة السقعة مفاش غل كنزاية واحدة طبعا طبعا اما الاتنين اكيد هيتخنقوا عليها اكيد الاتنين عطشانين دنيا حر احنا في شتا ولا احنا في صيف ولا فين احنا الله عليك يا فخر العرب الله عليك تاني يا فخر العرب يعني كفايا كده بس جدا خلاص محمد صلاح جاب اخر ودلوقتي محمد صلاح اضغط ميسي ودقال لنا بجامد ايه دا ومحمد صلاح ما اعملش حاجة ليه يعني محمد صلاح وميسي قدامك بيتخنقوا علي الحاجة السقعة عالكنزاية جدعتو من تواخدة مش عارف اقولك ايه او كنتو بتتخنقوا من شوية على حاجة سقعة واحدة بس كان زاية او ربنا فتح عليكم وجالكم عربية يعني بس كده هو دا الاعلان الكبير انا افتكرته هو طبعا حاجة عظيمة مادام فيه محمد صلاح فخر العرب وليونين ميسي ليونيني ليونيني ايه صح كده فحاجة طبعا حلوة لكن الاعلان صغير انا عندي اعتراض يعني والله انا بقول من رأيي انه مسلا كانوا ممكن يكبروا الاعلان دا وصراحة يبقى حاجة حلوة للمشاهد بالذات يعني انه يشوف اتنين كبار في مجال معين مجال القرية القدم كده يعني كانت اتبقى حاجة حلوة لما يكون اللي اتنين مع بعض وفي وقت عدد دقايق كتير والناس بتفرج عليهم بس كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولو انت جديد اعمل لايك للفيديو وانزل علق في الكومنتي هات وقول لانت جديد في القناة والناس اللي هتستغرى بتقول ايه المحتوى اللي انا بعمله ده او انا ليه بطلع اتكلم وبلعب في نفس الوقت يعتبر بقلد واحد لكن انا مش ده محتوى الاصلي تمام انا محتوى الاصلي فيلوجات وبنعمل يعني ندخل عالقناة وشوف كل حاجة تمام فده بس كده فيديو عالسريع ولو الفيديو ده عجبكم وصلوه خمسين لايك او اكتبوه في الكومنتات اللي انا مسلا اطلع اتكلم بالطريقة دي لو عجبتكم واعجبكم المونتاج فبس كده فبس كده ترجمة نانسي قنقر